زهور مساء الخير مشاهدنا جمعة مباركة للجميع إن شاء الله سنعيش بحول الله يوم غد السبت استقرار مؤقت في الوضعية الجوية يعني التقصى هيكون غائم جزئيا مع تشكل الضباب هيكون كثيف محليا مرتقب لصباحة الغد لذلك رحيطة الحذر لكل مستعمل الطرقات لأن الرؤية نوعا ما رح تكون ردئة بفعل الضباب الكثيف رح يغطي المدن الساحلية وحتى القرب الساحلية للبلاد بالإضافة لكل ذلك الأجواء رح تكون حرة نسجل ارتفاع جد قياسي في درجات الحارة تتعدى عتبة 30 درجة بالمناطق الساحلية وتصل إلى غاية 35 درجة بالمدن الداخلية يعني الأجواء رح تكون حرة بشمال البلاد حتى المناطق الجنوبية تقدم من الأجواء الحرة لكن إن شاء الله مشاهدين مع بداية الأسبوع بداية من يوم الأحد تغير الوضعية الجوية يعني كليا الأجواء رح تكون ممطرة أنطار رعدية رح تكون غزيرة ومعتبرة محليا عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد وينتوقوا حسب التوقعات طويلة المدى تشير على أن هذا الارتراب الجوي إن شاء الله مرتقب بداية من يوم الأحد سيدوم إلى غاية نهاية الشهر حتى بداية الشهر المقبل تبقى دايما الأمطار رعدية تخص شمال البلاد بحول الله فيما يخص الحديث عن الأمطار رعدية نهار اليوم تبقى دايما الأمطار رعدية خاصة بالمدن الداخلية وفي هذا الإطار أصدرت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه من الدرجة الأولى أكدت من خلاله على تساقط أنطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم وتستمر إن شاء الله الأمطار في التساقط وبغزار إلى غاية منتصف الليلة الولايات المعنية كل من ولاية خنشلق سنطينا الجلفة سطيف باتنت بالسامي لأم البواقي وكذلك ولاية الأغواط نأمر إلى التوقعات بحول الله فيما يخص ساقط الأمطار بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأثنين يوم غد الأجواء تكون مستقرة بعد ظهيرة تشكل خلايا الرعدية الموسمية على المدن الداخلية كولنا أنه في مرحلة انتقالية يعني من فصل الرابع إلى فأقول من فصل الشيطة إلى فصل الصيف يعني من مرحلة فصل الرابع تعتبر مرحلة انتقالية تبقى دائم الأمطار الرعدية حاضرة بالمدن الداخلية أما عن يوم الأحد إن شاء الله خلال صباحة يوم الأحد نلاحظوا بعض الأمطار تكون متفرقة على فترة تنسجلوها عبر كل من ولاية تيبازال بليدات زيوزو كذلك المدية غليزان حتى على مدينة أفلو كذلك على مدينة ولاد جلال باتنا خنشلق قسنطينا جيجل وأسكيكدا نتبعوا مع بعض لظهيرة أو حتى مساء يوم الأحد إن شاء الله فيما يخص خص أقول توقعات خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد الأمطار رعدية تكون أكثر غزر واكثر اعتبارا إن شاء الله في حدود الساعة الرابعة بعد زوال يوم الأحد عبر كل من ولاية الجزائر العاصمة البليدات المدية كذلك بومردستيزو زبجايا جيجل سطيف لمسيل عين وسارة بوسعدة كذلك على مدينة عين البيضة حتى على سكيكدا عن نابا قسنطينا سطيف وبورج بوريج بعض الأمطار زخات مطارية ستسجلوا على المدن الغربية على كل من ولاية غليزان سعيدة كذلك على سيدي بلعباس واتيارت نتبعوا فيما يخص مساء يوم الأحد أمطار جد غزيرة يعني خاصة على المدن الداخلية الشرقية للبلاد وحتى بعض السواحل الشرقية فيما يخص يوم الأثنين تصمير الأمطار في التساقط عبر كل من ولاية جيجيسكي داعنا بقسنطينا سوق هرسطيف لمسيلة بجاية وكذلك مدينة بورج بوريج إن شاء الله يارب تكون أنطار خير الكمية نلاحظ فيها إن شاء الله يعني من يوم الأحد إلى غاية يوم الأثنين احتراوح ما بين حوالي 20 حتى 50 مليمتر محليا إن شاء الله مرتقبة يومي الأحد والإثنين وفيما يخص توقعات أقول طويلة المدى المدى حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي العالمية تشعل أن هذا الاضطراب الجوي إن شاء الله سيدوم من مدة طويلة إن شاء الله يارب تكون أمطار خير على البلاد والعباد بحول الله نمر إلى الكتل الهوائية ودرجات الحرى المرتقبة بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأثنين ستصنع درجات الحرى القصوى الاستثناء خاصة يوم غد اللحظوا لون أحمر قاتم يميل إلى السواد ويغطي خاصة غرب ووسط البلاد ويرتقى أنها درجة الحرى تكون بين 30 حتى 35 درجة يعني ستصلي إلى 32 درجة بالجزار العاصمة بومردس حتى على مدينة تيبازا نسجل 35 درجة على كل من المعسكر غريزة نشلف وسيد بالعباس فيما يخص المدن الشرقية بقى دايما تحت تأثير هواء يعني بارد نسبيا نحيخ درجة الحرى قدمة حافظ المعدل الفصلي لن تتعدى عتبة 20 درجة بالمناطق الشرقية جنوب البلاد إن شاء الله اليوم الغد أجواء حرى على مدينة إن صالح كذلك على أدرال إنجزام برج باجي مختار وحتى على مدينة المنيعة كذلك على غرديا وتيميمون تلحق إلى غيرت 44 درجة مئوية تحت الظل فيما يخص يوم الأحد وحتى يوم الاثنين المشاهدين فيما يخص درجات الحرارة القصوى تعود إلى معادلها الفصلي إن شاء الله بداية من يوم الأحد مع دخول الاضطراب الجوي رح تكون درجة حرارة الفصلية ما بين 20 حتى 25 درجة رح نسدلها كأعلى مقياس عبر مختلف المناطق الشمالية والأجواء الحارة دايما بوسط الصحرى وأقصى الجنوب ما بين 40 حتى 45 درجة إن شاء الله أما عن فترة الصابحة والفترة الليلية الأجواء رح تكون بلدة خاصة على كل من ولاية باتنا ميلا خنشرة كذلك قسنطينا سطيف برج بوريج حوالي 7 درجات مرتقبة على المدن الداخلية الشرقية رح تكون معنية يعني باضطراب جوي كل نشيطة الفاعلية خلال الساعات وحتى الأيام المقبلة بالنسبة لباقي المناطق الشمالية فيما يخص فترة الصابحة والفترة الليلية رح نسجم بين حوالي 10 درجات إلى 17 درجة يعني كذلك تكون مرتفعة نسبيا بالنسبة لفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية جنوب البلاد إن شاء الله تكون ما بين حوالي 15 حتى 25 درجة إن شاء الله مشاهدين أجواء مستقرة نسبيا اليوم غد استقرار مؤقت حيكون في الوضعية الجوية كذلك سنسجلوا اليوم غد السبت مع تسجيل أجواء حارة نقدر نقع لها الصيفية إن شاء الله ليوم غد السبت لكن بحول الله الأمطار الغزيرة مرتقبة الرعدية إن شاء الله تكون حاضرة بداية من صبيحة يوم الأحد بحول الله لتدوم إلى غاية نهاية الأسبوع على أقل تقدير بهذا مشاهدنا السلطي ورقة تحول التقص نعود الآن إلى زهول استكمال بقية الأخبار